إذا أنت قلت لي الخاسر في الأجل الطويل مش القصير إسرائيل والصهيونية والمشروع الصهيوني أنا موافق في الأجل الطويل لكن مش هقولي اليهود أنا رأيي أن أحد الأخطاء في إعلامنا أن احنا بنخلط دخل وأنا استمعت آسفا لبعض الباحثين أو حتى أساسة الجامعة اللي هو بدأ يقول مثلا العنصرية اليهودية جاية من الطورة دخلت بقى أحنا وقعنا في كمين الفخ الصهيوني طب ما هم بيقولون إيه عشان أديك المثال حتى بقى واضح للناس كلها ما والغربين بيقولنا إيه الإسلام دين إرهاب والإرهابيين دول بيقعوا آيات من القرآن الكريم وأحاديث احنا بنقول إيه لا لا يمثل الدين ده فانحرفوا بتأويل القرآن الكريم انحرفوا بتفسير الأحاديث النبوية ليس هذا هو التفسير المعتمد فأنا لو أبدأ أبدأ إحنا الموقف العربي والفلسطيني الوطني اليهودية غير الصهيونية اليهودية يا أستاذ ناشة هو دين سماوي في رسول نبي اسمه موسى صحيح نزل عليه كتاب مقدس اسمه التوراة والعهد القديم زي سيدنا عيسى نبي ورسول نزل عليه كتاب مقدس الإنجيل زي سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام نزل عليه نبي ورسول فأنا مش عايز أعبر مش عايز أقع هو ما تتمناه الصهيونية إن العرب يخلطوا بين اليهودية والصهيونية ومن ثم يقعوا في مأزق اللاسمية أنهم يعادون اليهود كونهم يهودا لا يا حاج ده مش صحيح أنا بقول أنا كمسلم أنا حضر لك مسلم أنا ملزم أنا ملزم بالإمام بسيدنا موصل بسيدنا موصل وبسيدنا عيسى واليهودية كدين وبالدين أه أبناء سام وأقول الدين ده نزل بقاله خمس تلاف سنة أو شيء من هذا القبيل واليهود عاشوا بنا كعرب وكمسلمين شركاء وتقلدوا مناصب عليا في الدولة الإسلامية ولما اتطردوا من الأندلس المغرب وشمال إفريقيا المسلمونة في شمال إفريقيا وخصوصا المغرب والاستضافهم واستقبلهم ولما هرب يهود فرنسا في الحرب العالمية التانية استقبلتهم الجزائر أنا أنا مش هزع في الفخ الخلط بين اليهودية والصيونية سوما تسمحني بقى أنا عندي هنا جالية يهودية مصرية وعندي مصريين شاركوا في ثورة 19 من اليهود وشاركوا في الحركة الوطنية وكانت لهم وقفوا شرفها ليس بيننا وبين الدين اليهودي مشكلة أنا مفيش بيني وهذا هو المعنى لازم نكرر مفيش بيني وبين الدين اليهودي مشكلة أنا مشكلتي في أحد تفسيرات هذا الدين اللي هو الصهيونية الصهيونية هي إديولوجية سياسية منبتها أوروبا وتأثرت بالأفكار القومية والعنصرية الأوروبية